السؤال المرتبط بالأسعار هذا الموضوع دائما ما تتم مناقشته والحكومة قامت بمجموعة ربما هنا سندمج سؤالين للسي الأرقام مع للسي فرنان لكي نقدم معطيات بشكل شمولي الحكومة دائما ما تناقش هذا الموضوع ودائما ما تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات اللي الهدف منها هو أنه نضمنه تمويل العادي للأسواق ولكن نضمنه في واحد الظروف جيدة وأيضا نضمنه بواحد الجودة ونضمنه بواحد المستوى ديال الأسعار الليجان اللي كتشتغل على هذا الموضوع هذا تشتغل بشكلين يعني دقيق وتتابع الموضوع بشكل مباشر الحكومة قامت بمجموعة الإجراءات أولا على مستوى دعم المواد الأساسية حنا نتكلمنا عليه غير ما مرة الدعم ديال المحروقات حنا نتكلمنا عليه الآن وكان دفعة جديدة تاسعة للهدف منها طبعا نساعدوا هذ المهنيين ديال النقل اللي تستعملوه في آت عريضة من المواطنين الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على وريدات القمح الليين والصلب والقاطاني التي تعرف استهلاكا كبيرا خاصة في شهر رمضان بالنسبة اللحوم الحمراء كان مرسوم أولا ديال استفاء الرسوم ديال الاستيراد وكان أيضا إجراء قامت به الحكومة هو الإعفاء من القيمة على الضريبة يعني اللتيفية الضريبة على القيمة المضافة وهذا مطلب فعلا ديال المهنيين والحكومة من درسات هذا الموضوع هذا تبين بأنه لكي تنخفض أسعار اللحوم الحمراء يعني بشكل فيه يكون في متناول المواطنين لا بد أن يتم يعني تعليق هذا الأداء الضريبة على القيمة المضافة وهذا الإجراءين بجوج غادي يمكنوا من تزويد والتمويل للسوق بشكل سريع وأيضا نتمنوا إن شاء الله يكون انخفاض طبعا بخصوص الأسعار الليجان تشتغل حيث أشرف العمال والولات على القيام بخراجات ميدانية منتظمة يعني لمراقبة نقاط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد ويتم إفادة للجناء الوزارتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات وتعمل هذه الأخيرة بشكل مكتف يعني على تتبعها الحد أولا من كل أشكال المضاربة في الأسعار حيث تم إعطا تعليمات سارمة من أجل تكتيف المراقبة للحد من كل ممارسات المخلة للسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة ججتمع اللجنة الوزارتية كما قلت المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة في كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي بالنسبة لشهر يناير 2023 فعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني هم التدخلات اللجنة المختلطة المحلية للمراقبة خلال سنة 2022 16696 نقطة بيع أفضت هذه التدخلات إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية تم على إطرها توجيه 139 إنذار وتحرير 720 محضر أو هم قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تم حجز وإطلاف حوالي 30 طن من المواد الغذائية غير صالحة لاستهلاك أو غير مطابقة لمواصفات القانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر